في الكواليس السياسية يروج على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يحذر ويقترح في بعض الأسماء لتولي رئيسة الحكومة المقبلة بعد دفع هشام المشيشي إلى الاستقالة من منصبه لكن حركة النهضة تتحدى الرئيس قيس سعيد وتدعم مجددا رئيس الحكومة هشام المشيشي وتدعم حكومته وتثمن كل الخطوات التي يخطوها المشيشي في هذا السيق عبرت حركة النهضة في بيين لها يوم الخميس عن إدانتها لما وصفتها بحملات مغرضة ضد حركة النهضة ورئيسها رجل الغنوشي ومحاولات تشويهم بالدعاءات باطلة هذا في إشارة إلى التحقيق الصحفي لجريدة الأنوار حول ثروة الغنوشي ومصادرها وعبرت النهضة أيضا عن تمسكها بحقها في التتبع القانوني ضد كل من يفتري ويحرض عليها وعلى قيادتها كما أكدت دعمها للحكومة ورئيسها هشام المشيشي وطلبتهم بمزيد بذل الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية وباركت حركة النهضة توقيع على الاتفاق المشترك بين الحكومة والاتحاد العام تونسي لشغل حول الانتلاق في الإصلاحات المستوجبة من خلال إقرار بعد خمس ليجين تفكير مشتركة بهدف سياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات التي يجب أن تساهم في بلورتها وتنخرت في تيسير تنفيذها مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان في ذوء التصور عملي ودعت حركة النهضة الحزام السياسي الحكومي للتعاون والتضامن من أجل توفير الدعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة بما يضمن حصن سيرها واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب وشركائها وجددت حركة النهضة الترحيب بمبادرة الحوار الوطني اللي دعا لها الاتحاد العام تونسي لشغل وأكد ضرورة استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال جلسة 8 أفريل الحالي النهضة ثمنت الخطوة والاتفاق بين الحكومة وبين اتحاد الشغل خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة لحكومة هشام المشيشي واتهامها بالعجز السياسي لأنها ما عملت حتى إنجاز تيوي لفتر التولي المشيشي رئيسة الحكومة لكن تستغل هذا الاتفاق لتروج له على أنه نجاح من نجاحات حكومة المشيشي يجي هذا في ظل الوضع سياسي متردي اقتصادي ووضع وبئي أيضا مخيف جدا ربي يحمي تونس ما تنسى واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم